والمالية المتوقعة من فيروس كورونا اللجنة الاجتماعية الاقتصادية لغرب آسيا الإسكوا رجحت أن يتراجع الناتج المحلي الإجمعي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار مع خسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العام 2020 وارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية وأوسط الحكومات بالعمل على تحسين الحماية الاجتماعية وخصوصا للفقراء والفئات الضعيفة واعتماد سياسات مالية ناشطة لدعم الشركات ومنها تقديم الإعفاءات الضربية ودعم الأجور وتمديد أجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أعلنت أن نصف التلاميذ وطلاب في العالم محرومون من الدراسة بسبب الكورونا للإضاءة أكثر على هذا الموضوع تنضم إلينا مسؤولة برامج تربية وتعليم في مكتب الأونسكو بيروت السيدة ميسون الشاب صباح الخير سيدة ميسون الشاب سؤال الطبيعي اليوم في ضوء الكورونا ما الذي تعدل على الصعيد التربوي على الصعيد التربية خاصة في المنطقة العربية وخصوصا في لبنان؟ كما ذكرت أكيد حسب أحساءات اليناسكو نصف طلاب العالم اليوم هم خارج التعليم وجمينا طلاب لبنان هني خارج المبارس والجمعات وهناك أعداد كبيرة جدا من الطلاب خارج قطاع التعليم في العالم العربي هذه ظاهرة غير مكتوبة صراحة بتواجه العالم فيه وبتشكل تحب كبير للعالم العربي لأنه هو أورادي عالم نسكل بأزمات تنوع يوم وقت يكون الطلاب خارج التعليم يعني التوقف يعني التعلم يتوقف وأكيد في حاجة كثيرة على موضوع الانتكاء من منصات التعليم الإلكتروني ولكن هناك عدم مساواتي لأنه مشكلة الطلاب عندهم الإدرة أن يوصلوا لهذا النوع من الصعب الموضوع اللي بواجه الطلاب وهو أكثر أهمية لهم هو أن الطالب يعاني من عجلة اجتماعية حين يجيده للبيت بجريف وبيئة أخرى العجلة الاجتماعية اللي بعاني منه الطالب بتأثر عليه بتأثر على كيف كله رح يقدر يعني يتمم واجباته أو يقدر أنه يقوم بعملية التعلم عن بعض إن كان من البيت أو علا اللي بيقلك هي أنه بلبنان مثلاً بكل دول العالم مثل العالم العربي هناك مبادرات عديدة عم بتقوم فيها الدول لتتحبى لهذه الظاهرة بلبنان أطلقت وزارة التربية لك مسارات ممكن أنه يكمل فيها أبطالة عملية التعلم هناك مسار البس التلويجيوني وهو من طلب الشهدات المتوسطة والبكالوريا فيه تعلم عن طريق منصات الإلكترونية لفأمين تواصل تفاعله والمسار الثالث هو التواصل التقليدي يعني إيصال نقخة من المحتوى ورقياً إلى منازل التواصل السؤال أنه بكل وسائل التواصل يلي عم بتعددية فيها ضمانات اليوم ليبقى المستوى التربوي كما هو ولإجراء الانتحانات الرسمية كمان بأقل يعني جو ممكن يكون منيح هلأ طبعاً المستوى سيختلف أكيد وما نقدر نقول بالضغط لأنه هذا شيء يعني حالة طوارئ مستجد ولكن اليونسكو والدول يعني الوزارات بسبح هذا المنضوع يوم بيوم وبترصد صفاً عم بتكون عملية تعليم هل قدمت اليونسكو شي برنامج عمل لوزارة التربية اللي اعتماده؟ اليونسكو تقبل لجميع الدول بالعالم العربي ومتعدة طبعاً لتقديم لها دسع وزارة التربية يعني الدعم اللي بتقدم اليونسكو سرعاً في يقاف مختلفة مهمة عن طريق المساعدة التقنية للإطراب بإيجاد خليل عملية وتعليمية بديئة وشانية للجميع اليونسكو تقدم لجميع الدول شبكة من الممارسات وهي بس الصلة لإطاحة تقديم الأسئلات وترح الأسئلة يعني ممكن ما يقوم به بعض الوزارات في غير دول يتفيد يعني هذه الممارسات تفيد دول أخرى نعم من اتصالاتكم هل أداء إذا بدنا نقول الحكومة على الصعيد التربوي يرضي الوضع القائن؟ طبعاً في اهدنية كتير كبير من جميع الدول اللي عم نتعامل معها هناك حالة التنطار لكل الوزارات لتقديم برد سريع على هيدا الموافقة فقط أن محلب يعرف أداء هيدا الأزمة سنة طول يعني لتأثر على العام الدراسي بشكل كامل ومهن كم أنهي يعني تخلص بعد شهر مشاء الله أكيد في حالة التنطار كبيرة وفي بادارات لبنان مثلاً إذا أريد أن أقول أن لبنان من الدول استخدائها بإيجاد الحلول لحلق بالعالم نعم شكراً لمسؤولة برامج تربية وتعليم في مكتب الأونسكو بيروت ميسون إشهاد منظمة العمل الدولية لفتت إلى أن الكورونا قد يدمر ما يصل إلى 25 ألف وظيفة حول العالم إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لحماية العمال من التداعيات وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون الخاص بمكافحة كورونا وقال ترامب أنه سيتم استخدام كافة الموارد الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بما في ذلك موارد الجيش الأمريكي مؤكداً أن بلاده أحرز تقدماً في التجارب السريرية الخاصة بإنتاج لقاح طبي لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحذر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية من احتمال إصابة 60 ألف مشارد بفيروس الكورونا خلال الأسبوع المقبلة بورصة نيويور قررت إغلاق قاعة التداول مؤقتاً والانتقال إلى التداول الإلكتروني بدءاً من الاثنين المقبل بسبب الكورونا السلطات الصحية في الصين أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا أمس وبحسب لجنة الصحة الصينية فأن الصين لم تسجل سوى 34 حالة جميعها قادمة من خارج البلاد وظهرت الأرقام أن التفشي تحت السيطرة في وهان بؤرت تفشي المرض ومقاطعته بالمحيطة بها بريطانيا نشرت 20 ألف جندي في إطار إجراءات مكافحة الكورونا رئيسة قسم علم الفيروسات في كلية البيولوجيا بجامعة موسكو كشفت عن تطوير العلماء الروس مستحضراً من فوسي فساء التبغ لمكافحة الكورونا البنك المركزي الأوروبي أطلق برنامجاً بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة داعيات كورونا ورئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم الاقتصاد عبر تدخولات في الميزانية ألمانيا منعت دخول مواطني دول أوروبا إلى أراضيها أما الإمارات فقررت تعليق دخول حامل الإيقامة السارية المتواجدين خارج الدولة لمدة أسبوعين أين هو عامر الفخوري بعد الفاصل؟ المصارف تفتح فروعها فهل لإتمام المعاملات والتحويلات أم ستشمل صحوبات العملاء؟ وكيف تحمي موظفيها من وباء الكورونا؟ وماذا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري ومداخلات للخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل ولرئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرؤوس ومعنيين الخميس بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نولي شاعب بود عبر صوت لبنان نقطع السطر يمكنكم طرح أسئلتكم عبر استخدام هاشتراك صحتك ببيتك من خلال عنوان صوت لبنان على تويتر آت صوت لبنان في منشات المساء اليوم الخميس أما وقد دخلت البلاد مدار التعبئة العامة فما الذي يعنيه ذلك؟ وهل هي خطوة مهد لإعلان حال الطوارئ إن دعت الحاجة إليها؟ وما هو الفارق بينهما؟ وهل من وجوه سياسية لما يجري في ظل الأزمة المالية والنقدية المتفاقمة؟ الجواب مع العميد الركن المتقاعد نزار عبدالقادر معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخميسة والربع إعداد وتقديم جورش شهيد جولة سياسية اجتماعية في ساعة من العمر مع الدكتورة مونة فياض ماذا تذكر عن الضجة على مقالها أن تكون شيعيا اليوم؟ لا أنا كنت عارفة أنه هالمقال ما أنه راح يكون بسيط يعني بس ما كنت متوقع أنه هتضجي طبعا وقتها طلبت تحكي معي سي أن أن وأنا قلت لا أنه شو ما بدي أطلع أنا على سي أن أن أحكي عن حزب الله يعني أنه كمان أنه هاي الشغلة بتعرف كثير دليكات يعني بدي أكون مثل واحد عم يفسد على جزء من وطنه ساعة من العمر مع الدكتور شرب المارون الجمعة الواحدة والثلث عبر صوت لبنان إجراءات الكورونا سارية أيضا في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبده وعلى الطاولة مشروع قانون الكابيتل كنترول الذي أعدته وزارة المالية ويرمي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية المشروع خضع لتعديلات من رئاسة الحكومة على المادة السابعة منه وطاولت سحب قرار تحديد سكوف السحبات المالية من المصارف من يد حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وتم وضعها في يد مجلس الوزراء وتضع الحكومة في عهدتها بحسب التعديل تنظيم عملة غير عملتها بحيث تقرر سكوف السحبات المسموحة للمودعين هذا التعديل أثار مخاوف المصارف كما حاكم مصرف لبنان وحتى وزير المالية لأنه يتعرض لصلاحيات الحاكم والوزير فهو يضع القرار في يد السلطة السياسية متجاوزا ومخالفا صلاحيات المصرف المركزي واستقلاليته فضلا عن صلاحيات وزارة المال السلطة الوحيدة التي يخطبها الحاكم ويقدم إليها أرقامه وميزانيته أما في المادة العاشرة والمتعلقة بأحكام قرود التجزئة وبعدما كان النص السابق يقول أن على المصارف قبول تزديد الأقصاط أو دفعات مستحقة بالعمولات الأجنبية الناتج عن قرود التجزئة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي أضيف إليها شرط لا تتعدى القيمة المسددة بالليرة اللبنانية لمجموعة الأقصاط مبلغ المليون ليرة وشهدت الساعات الماضية اجتماعات بين الثنائي الشعي والتيار الوطني الحر لوضع تصور لتعديل واسع لمشروع الكابيتال كونترول وأبرز التعديلات التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه برري تتعلق بتعديل السكوف المنخفضة التي حددها المشروع الأول لجهة الطبابة في الخارج والعيش والدراسة وكذلك سقف السحبات بالعملة الأجنبية والليرة في الداخل وأشار برري إلى أن موضوع الكابيتال كونترول لا ينتهي أو يسر العمل فيه إلا بعد مروره في البرلمان ولفتت مصادر دستورية إلى أن مشروع الكابيتال كونترول يشكل مخالفة واضحة للدستور وتحديدا للفقرة وهو من مقدمته التي تنص على ما حرفيته النظام الاتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة وزير المالية غازي وزني لفت في حديث للسياسة الكويتية إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن يقر المجلس مشروع الكابيتال كونترول مشددا على أنه يسعى إلى أن تأتي الصيغة النهائية للمشروع متناسبة مع متطلبات حماية حقوق المدعين وأحمل رئيس جمعية المصارف سليم صفير القطاع العام وسؤى إدارته مسؤولية ما وصلت إليه البلاد إلى أزمة النقدية وأضف في حديثا إلى صحيفة الفينانشل تايمز أنه من الأفضل أن لا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف لبنان وليس السياسيين وأضف أن سندات الحكومية بالعملات الأجنبية لدى المصارف كانت المصدر الوحيد للحصول على النقد الأجنبي فيما يواجه القطاع شحا بسيولة وأشار إلى أن المصارف في لبنان استهلكت كل ودائعها لدى المصارف المرسلة وكانت بالتالي مجبرة على بيع سندتها وشدد على أن عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جدا على القطاع المصرفي الخبير الاقتصادي الدكتور أديب طعمي توقف عند التوقيت السيء لطرح الكابيتال كونترول ورأى في حديث لصوت لبنان أنه بمثابة محاولة لتدمير الاقتصاد أنا برأيي هذا الطريق السهل للخراب الاقتصادي بالبلد أول شيء الكابيتال كونترول الكيود على الرأس مال الأنون هلأ بيظل حجر صحي حجر الكورونا وعزل الناس وما فيها تتحرك ولا شيء توقيته كتير غلط وكتير بيخلينا نتسئل يعني نطرح أشئله بوقت كانت بكل بلاد العالم الحكومات عم تحت حوافز للاقتصاد بتجي هون الحكومة الليبنانية بتحط كابيتال كونترول على الناس شو عم يعملوا بالاقتصاد؟ عم يقتلوا الاقتصاد كليا يعني الليبناني يلي بابا عنده مصرياته صارت محجوزة بالمصارف بطل عنده شغله وبطل شغل فيه بالبلد يعني كل العالم بطل فيه شغل بسبب الكورونا بزيادة عن الانهيار الاقتصادي شو بده يعمل؟ ما بقف يعمل شيء ما فيه إلا انتحار جماعي انتحار اقتصادي جماعي وهيدا القانون بيجي اليوم بعد خمسة شهور من كابيتال كونترول غير رسمي عطى استنسبية للمصارف ما كان كابيتال كونترول كان طريقة لتهريب الرسميل يلي هي قدت لأزمة الملية يعني يلي عندهم محسوبيات مع المصارف أصحاب الطبقة السياسية هربوا مصرياتهم وبقى هالمعطرين هون بالكطاع المصرفي يلي ما عندهم ولا شيء يعني حطوا لهم القانون حدثوا لهم مصرياتهم نعم دكتور طعمي بتتوقع انه هيدا مشروع القانون ان يمر بمجلس النواب بالتعديلات يلي رح يوصل فيه يعني طريقة كيف انعمل وطريقة مجلس النواب كيف بيشتغل وطريقة السلطة السياسية كيف تشتغل هنا نفس الاشخاص يعني هيدا سيناريو كارنفال رح يتمر هو نفسه متل ما بدهم يعني هيدا معمول لمصلحة الطبعة السياسية ولمصلحة المصارف مش لمصلحة الناس كيف يمكن الاعتراض عليه هل يمكن الطعم فيه بعدين لاحقا؟ يعني طعم بكل هالسيستام أنا رأيي يعني هالسيستام يلي بالآخر الناس تسأل السؤال وين راحت مصرياتها وكيف راحت مصرياتها ومين المسؤول عن اختفاء ودايع بالمصارف طالما ما ردينا على الأسئلة كل شي بيمطعم فيه وكل شي بيكون عم نخبة جريمة اللي نعمل بحق الشعب اللبناني سيرفع وزير الطاقة والمياه تقريرا عن تقدم سير عمليات حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة النفطية رأم أربعة كما سيبحث المجلس في بند يتطلب منح وزير الطاقة رمو غجر التفويد بأن يبدأ مفاوضات من دولة إلى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغيات الوصول إلى علاج لمسألة معامل الكهرباء في غضون ذلك أزمة الكهرباء في دوامة خصوصا بعدما تراجعت الحماسة الألمانية والفرنسية والأمريكية للدخول في مشروع بناء محطات الكهرباء في لبنان ومطالبة الشركات في هذه الدول بضمانات مالية كبيرة من الحكومة اللبنانية ما يعني أن مشروع إطلاق العمل في بناء محطات كهرباء الآن بات متعذرا إلا في حال توجه الحكومة نحو الشرق بحثا عن حلول أخرى بحسب ما أوردت صحيفة الأخبار رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرب وضع سلعة في ملف إنشاء محطات الغاز على جدوى الأعمال مجلس الوزراء قائلا البلد لا يبنى وفق المحصصة المناطقية وفي سياق آخر اعتبر بري أن ما حصل في ملف عامر الفخوري لم يكن مشرفا في تاريخ القضاء اللبناني دعيا إلى التطلع والتدقيق جيدا في مدرجات القانون الأمريكي في تعاطيه مع العملاء ولنطبق على الأقل نصفه حيى العملاء إسرائيل في لبنان لا تزال قضية عامر الفخوري تتفاعل وسط لغط بشأن مكانه ومدى ارتباط الإفراج عنه بتجميد عقوبات أمريكية على عدد من الشخصيات اللبنانية غير الشيعية وفي حين أوردت تقارير أنه غادر لبنان ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية بعد إصدار الحكم بوقف التعاقب بحقه الأثنين الماضي ثم تمييز الحكم الأول أول من أمس وإصدار قرار آخر يقضي بمنعه من السفر وتسلمت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القادي طاني لطوف طلب التمييز المقدم من مفاوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القادي غسان الخوري طعنا بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعاقبات عن الفخوري على أن يتم اتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة أفرج عن المواطن اللبناني إلي غباش بعد توقيفه لأكثر من سنتين بعد إدانته باتكاب جراء متصلة بفبركة ملفات التعامل مع إسرائيل لعدد من الأشخاص أبرزهم الممثل المسرحي زياد عتاني والتي أدت فيما بعد إلى توقيف المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ومحكمتها بتدخل مع غباش بفبركة ملف عتاني إلا أن المحكمة العسكرية برأتها من هذه التهمة وحكمت بسجنها شهرين بجرم كتم معلومات عن طورة غباش في طورية الممثل المذكور فيما نل غباش حكما مخففا قضى بسجنه سنة واحدة على الصعيد الدولي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات على سبع شركات بيترو كيمائية من بينها شركات في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ لمساعدتها الطهران في قطاعها النفطي وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض بلاده عقوبات على خمسة علماء في مجال الطاقة النووية الإيرانية بسبب ما وصفه باستمرار طهران في تحدي المجتمع الدولي بنشاطاتها النووية خدام النشرة مع الأحوال الجوية جو غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال النهار تشتد غزارتها ليلا مصحوبة بعواصف رعدية وريح ناشطة تقارب 60 كم في الساعة وتلامس التلوج الألف ومئة متر كان في هذه النشرة في اليوميات الكورونية تنامي التحديات الصحية وإطلاق غرفة عمليات لجمع المعلومات بعد تعديل الدياب على الكابيتل كونترول تعديلات مطروحة من الثنائي الشعي والتيار والمصارف معطردة خسائر الكورونا في المنطقة العربية تراجع الناتج المحلي بما لا يقل عن 42 مليار دولار إلى خسائر تربوية كبيرة 750 مليار يورو لمواجهة الكورونا في أوروبا وبورصة نيويورك إلى التداول الإلكتروني بدءا من الاثنين ولندن في آخر خبر عاجل تغلق 40 محطة مترو الأنفاق بدءا من اليوم النشر انتهت شكرا للمتابعة